تنطلق فعالية المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة والذي يقام بالتعاون مع صندوق العمل تمكين بنسخته الثالثة عشر وذلك اعتبارا من 19 من يونيو 2022 ولمدة اسبوعين تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية وبتعاون مع صندوق العمل تمكين المعسكر الصيفي السنوي في نسخته الثالثة عشر والذي يعد إحدى الآليات التنفيذية التي تسهم في تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بهدف تنمية القدرات الذهنية والبدنية واستغلال طاقات الشباب نحو ما يحقق لهم الخير والمنفعة لذاتهم ولمجتمعهم نسعى من خلال فعليات هذا المعسكر لتحقيق مجموعة من الأهداف أهداف أساسية تتمثل كلها بتعزيز منظومة الأمن الفكري لدى هؤلاء الشباب وأهداف نسعى من خلالها رفع مهاراتهم ورفع كفاءاتهم ليكونوا على استعداد للمستقبل المستقبل إن شاء الله مشرق لهؤلاء الشباب والفرس كثيرة في مملكتنا الغالية فلابد أن يكون عندهم هؤلاء الشباب المهارة لإقتناص هذه الفرس من خلال تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية ساهمت أكثر من خمسين جهة وشخص متخصص في تنفيذ فعليات المعسكر أساليب تنفيذ فعليات المعسكر هي أساليب غير تقليدية قائمة على تمارين عصر الأفكار وعلى ورش العمل وعلى الألعاب الجماعية التي نسعى من خلالها لتحقيق أهداف معينة طبعا أنا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر أولا للسادة أولياء الأمور على ثقتهم في برنامج المعسكر وعلى اختيار ابنائهم للمشاركة في هذا المعسكر والشي الثاني على جميع الجهات المتعاونة التي ساهمت معنا في تحقيق أهداف هذا البرنامج وتجسيدا لمنهجية الشراكة المجتمعية والحرص على سقل مهارات ناشئة وتأهيلهم للتعامل مع التحديات بفاعلية جاء هذا المعسكر بالعديد من البرامج والأنشطة لتنمية مواهب الشباب لبيئة داعمة للإبداع والإنجاز ضمن المؤشرات الوطنية لمملكة البحرين نحن سعيدين جدا بشراكتنا مع الأخوان في الأكاديمية الملكية للشرطة في دعم المعسكر الصيفي لتقدمها الأكاديمية واللي يعتبر واحد من البرامج المميزة واللي نفتخر في شراكتنا بها طبعا خلال المره هذه السنوات كان في ثلاثة أشياء تميز هذه الشراكة اللي نقيمها مع الأكاديمية رقم واحد هي تنوع البرامج المطروحة من خلال هذه المعسكر اثنين عدد الوصول وعدد المشاركين في هذه البرنامج الصيفي ورقم ثلاثة تصور الدمج والمزج ما بين المهارات المطلوبة في سوق العمل بشكل مباشر بالإضافة إلى المهارات السلوكية اللي يكتسبونها الشباب تمكين دخلة مؤخرا في استراتيجيتها الجديدة استراتيجيتها الخامسة اللي تركز على المهارات المطلوبة بشكل مباشر في سوق العمل اللاسية ما بعد الجائحة ونحن لازلنا نعتبر شراكتنا مع الأكاديمية الملكية للشرطة في البرنامج الصيفي واحدة من البرامج اللي تصب بشكل مباشر في جانب إعداد الشباب البحريني حق سوق العمل حتى في المرحلة القادمة وفي ظل التحديات الموجودة ساعدين بهذه الشراكة وإن شاء الله مستمرين بهها ومستمرين في دعم الشباب البحريني أينما كان هناك برامج تساهم في دخولهم وخوضهم غمار سوق العمل إن شاء الله يأتي هذا المعسكر الصيفي كأحدى الآليات التنفيذية للاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتكوين جيل ذي شخصية بناءة في المجتمع لدعم روح الولاء والانتماء الوطني